السلام عليكم ورحمة الله الحمد لله من أنواع الاضطرابات أتكلم عن اضطرابات الاكتئاب الخاصة بالنساء التي تحصل معهن في فترة ما قبل دورة الحيض تكون هناك أعراض خاصة هي أعراض اكتئابية نعم لكن لها بعض الخصوصية الذي يحصل أن من تعاني من مثل هذه المشكلة ستشعر بنوع من المشاعر المختلطة كثير منها طبعا قريبا الاكتئابة الحزن العصبية النرفزة عدم التحمل أي مشكلات أي مشكلة في العلاقات تنرفزها في علاقتها مع أهلها في علاقتها مع زوجها اذا كانت متزوجة في علاقتها مع أبنائها يكون هناك حساسية عالية عادة تكون أعراض الاكتئاب في هذه الفترة عادة تكون مثلا ليست فقدان شهية للأكل بالعكس الشهية مفتوحة للأكل تكون خاصة للسكريات والكاربوهيدرات تعبعا في الجسم أحيانا أعلام في الجسم أعلام في الصدر أعلام في المفاصل وهذه الأعراض تبدأ عادة قبل أسبوع من موعد دورة الحيض ومع بداية الحيض تبدأ الأعراض تقل بحيث أنه في نهاية الحيض تكون الأعراض ذهبت ثم تعود مرة أخرى هذه الأعراض الشهر الذي يليه هذا نوع معين من أنواع الاكتئاب أو من أنواع الطلبات الاكتئاب نسميه تعكر مزاج ما قبل دورة الحيض ومن المبشر أنه مثل هذا الاضطراب علاجه ميسر الحمد للعرب العالمين ففضلا عن فكرة التغذية والحركة وشرب الماء وعدة توصيات مختلفة وهناك أيضا العلاج غير الدوائي أقصد العلاج معني في سلوكي بعض التوصيات للتعامل مع مثل هذه الفترة التي يعني يصبح فيها مشاكل في المزاج أيضا هناك أدوية فأدوية الاكتئاب التي تستخدم في الاكتئاب العادي يعني التجارب تشير إلى أن النساء الذين يعانين من مثل هذا النوع من الاكتئاب استجابتهم جدا رائعة واستجابة سريعة جدا لبعض أدوية الاكتئاب فأقصد أن هذه المشكلة الحمد لله صحيحنا موجودة بكثرة من يعاني من مثل هذا لكن علاجها موجودة الحمد لله رب العالمين طيب